بقي لبنان على مواقفه إذاء الأزمة السورية لكن رئيس الحكومة نجد ميقاتي وخلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية والتي استمرت يومين حصد ما أراده تفاهم الجانب الفرنسي لمواقفه ولخصوصية لبنان ميقاتي وفي دردشة مع الإعلاميين توقف عند معنى الزيارة موضحا أنها لم تكن هدية لأن حكومته مولت المحكمة كما رفض أن يستعمى رئيس الحكومة والحكومة ضد سوريا فسياسة النائب النفس هي الموقف الأنسب لمنع استيراد الأزمات إلى لبنان لأن المهم كما يقول ميقاتي هو الحفاظ على الاستقرار وتقوية المناعة والحفاظ على الوحدة الوطنية أرضا وشعبا وفي هذا الإطار جاء اتصال الرئيس نبيه بره به ليدعم الحكومة والاستقرار وردا على السؤال عن الموقف الفرنسي من النازحين السوريين أكد ميقاتي أن الحكومة تقدم المساعدات اللازمة للنازحين لكن لبنان لا يستطيع فتح الباب على مصر عيه مبدين خشته من مجيء مئات ألاف السوريين إلى لبنان وهذا أمر لا قدر لنا على تحمله كما قال أما إذا كان المسؤولون الفرنسيون فتحوه بالاتجاه إلى تشكيل مجموعة أصدقاء الشعب السوري فقال ميقاتي إن الجميع يعلم الواقع الجغرافي والسياسي للبنان لذا أفضل خيار هو أن نكون بمنأة عن الأحداث الجارية وهذا ما أكده وكرره أمام أبناء الجالية اللبنانية في حضور أسفر اللبناني بطرس عساكر بين المغامرة والمقامرة يوجد حرف نقطة واحدة بين المقامرة والمغامرة نقطة واحدة فرق بالكلمة نحن لا نريد أن نغامر ولا نقامر بوحدة أرضنا ووحدة أهلنا نحن حريصون كل الحرص على وحدة لبنان أرض وشعب بكل من الكلمة من معنا أما الشأن الداخلي فجد دميقاتي التأكيد على موقفه الرافض الدعوة إلى جلسات لمجلس الوزراء إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق على إنتاجيتها لأنه لا يجوز أن يطالب البعض بالتصويت على قرارات فيما قرارات أخرى اتخذت بالتصويت لا تنفذ وقال لنبدأ بتوقيع مرسوم بدل النقل وبعدها لكل حادث حديث أما حوادث ترابلس فلم تهب عن رئيس ميقاتي الذي أجرى سلسلة اتصالات لا سيما مع الجيش اللبناني من أجل حسم الموضوع رئيس الحكومة وفي يومه الثاني في باريس كان التقى وزير الخارجية الفرنسي ألان جوتي حيث شدد أمامه على أن أي اعتداء على اليونيستيل يجب أن لا يقابل بردة فعل تحقق لمن يعتدي غايته ممديا إصراره على بقاء القوات الفرنسية في لبنان لكن ميقاتي كثف أنه تبلغ من وزير الخارجية الفرنسي أن هناك قرارا في الأسبوع المقبلة بخفض عدد القوات الفرنسية العاملة في الجنوب وأن هذا القرار ليس قرارا سياسيا بقدر ما هو مرتبط بخفض النفقات أما قضية اللبناني جورج عبدالله فأكد رئيس الوزراء الفرنسي فعنسوا فيون لميقاتي أنها بيد القضاء لم يشأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يغادر العاصمة الفرنسية من دون أن يزور الرئيس سعد الحريري ويتمأن إلى صحته لكن اللقاء بقي في الإطار الاجتماعي البحث هذا اللقاء الذي استمر حوالي النصف ساعة طغى عليه الكلام العمومي من دون الغوص في أي من المواضيع السياسية من العاصمة الفرنسية باريس برنا نعم شديد أم تي في